محمود عبدالله شرح طريقة جديدة تقدروا تعملوا بيها حساب جوجل برو وتستخدموا فيو سري مجانا مركز صيانة السيارات الحديثة هنصلح لك عربيتك وانت واقف مستني ايه؟ تعالي رجعت لكم تاني بفيديو جديد وطريقة جديدة لتسجيل حساب جوجل برو واستخدام فيو سري مجانا بدون ما تحتاج تدفع فلوس أو تضيف فيزا وكل ده من خلال موبايلك ولو انت متعرفش فيو سري فده موديل جديد من جوجل المكسر الدنيا بيقدر يعمل فيديوهات تنطق اي لغة ويكون فيها حركة وموسيقى ومؤثرات صوتية وكأنها حقيقية تماما في نهاية بتستخدمها في الترفيه ولكن في الحقيقة انت ممكن تستفيد منها في عمل فيديوهات زي اعلانات او افلام او دعاية وده بتعمل بمبالغ كبيرة جدا تقدر تحملها ربح كبير لو عايز تحصل على فرصة تجربة فيو سري ليك ولعائلتك او لصحابك فلازم تشوف الفيديو للاخر واللي هحلم معاكو فيه مشكلة الصوت وانه ازاي تخليه يتكلم عربي ويلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة هتعملها هو انك هتدخل على الموبايل الخاص بيك وهنروح على جوجل وهنضغط على جوجل كروم هنفتح جوجل كروم وهنيجي هنا في البحث هنكتب جوجل وان هيفتح معاك جوجل وان هتضغط على اول رابط هيفتح معاك بالشكل ده هتضغط على ساين اوب او ساين اوب فور جوجل وان او لو مش ظهرين اضغط على التلات شورة دول ممكن تضغط على او اضغط على على طول هيحاولك على الصفحة دي اللي فيها هيزهر لك هنا خطط الدفع اللي انت ممكن تستخدمها هيجي لك هنا يقول لك اربعتاشر دولار في الشهر وهنا يقول لك تلاتة وسبعين دولار في الشهر ولو نزلت تحت هنا هيقول لك سفر دولار في الشهر هنضغط على وبعدك هنضغط على هيجي هنا هيقول لك بقى ايه تضيف وسيلة الدفع اللي انت هتستخدمها وسيلة الدفع اللي احنا هنضفها احنا مش هندفع بها حاجة احنا بس محتاجين نجرب وبعد كده خلص لو انت ضفت كارد انت مش هتضيف كارد لان لو ضفت كارد هياخد منك فلوس لكن احنا نستخدم التلفون بتاعنا ان احنا نعمل التسجيل وكده كده انت التلفون بتاعك مش هيبقى عليه فلوس هنضغط على هنضغط عليه بالشكل ده وبعد كده هيجي يقول لك وبعد كده نضغط على مفروض ان احنا هجلنا دلوقتي الرسالة على الجوجل بلاي فهنطلع من هنا ونروح على الجوجل بلاي او ماتجر بلاي وهنضغط على العلامة دي وهتيجي هنا هيجيب لك هنا هيقول لك متابعة هنضغط على متابعة طبعا دي خاصة بالباي جوجل وان اي اي برو هنضغط على متابعة هتكيلك هنا هيقول لك انت عايز بقى تضيف ايه هيجيب لك اضافة فوترة اتصالات او فودافون على حسب الخط بتاعك او ان انت هتضيف بطاقة تانية ما تضيفش بطاقة تانية وروح اختار بقى اي حاجة من دول. انا مسلا هاضيف اضافة فوترة فودافون. هضغط عليها بالشكل ده. المفروض ان انت هزهر لك تاني هنا اضافة فوترة فودافون لان هي مش هتظهر معي عشان التصوير. ف هدلوقتي هضغط عليها من الموبايل. عشان يعمل لي اضافة للدفع باستخدام الموبايل. هضغط ارسال. وهيبدأ دلوقتي ان هو هيأكد لي الحساب بتاعي او يثبت ملكية الحساب بتاعي مع فودافون. وبالفعل هنا قبل هنا الحساب بتاع هضغط على اشتراك. هيطلب منك بقى بصمة والكلام ده او ان انت تدخل بصورد الخاص بالموبايل. مجرد ما بتخلصها هيبدأ ان هو يعمل لك معالجة عشان يبقى انت كده الحساب بتاعك خلاص شغال. قال لي هناك تاملت دفع بنجاح. مفروض ان هو قبل ما يعدي المدة المجانية هيبعت لرسالة عشان لو انا حاب يبلغي الحساب بتاعي. هضغط بعد كده على حسنا. وكده خلاص قال لي تم الاشتراك. هضغط على حسنا تاني. تعال بقى نروح للكمبيوتر ونشوف هل الحساب ده هيكون اتفاعل معنا برو ولا لا. رحت هنا على المتصفح بتاعي ودخلت لقيت فعلا الحساب بتاع ما كانش برو لما تعمل الالوان دي اصبح برو. هتأكد بقى ان هو اتفاعل ولا لا. لو انا رحت هنا في البحث كتابت جيميناي. هبحث عن جيميناي. وهدخل على جيميناي. هيفتح لي هنا الصفحة دي. هنا زي ما احنا شايفين هو برو. هاجي هنا على الفيديو. هل قال لي هنا في الفيديو انشاء الفيديو باستخدام هجي حد ديولي طب ما هو كده مشتغلش احنا عايزين ده طبعا لان هنا الدولة عندي مختلفة. لازم افعل فهروح هنا اضغط على بخاص بي واختار الدولة المناسبة اضغط على وبعد كده بكل بساطة هعمل حاجة بساطة جدا هي ان انا هضغط في اي مكان وهضغط على حاجة اسمها هيفتح معي او هينشط او هيفتح الصفحة تاني من اول وجديد بالشكل ده. هشيل اي حاجة تظهر لي وهنزل تحت هنا تاني اضغط على الفيديو هيزهر لي هنا انشاء الفيديوهات مع ازا انا هصبح عندي متاح ان انا استخدم فعمل فيديوهات اللي انا عايزها. وادر كمان انا ابعد دعوات او اعمل اللي هو نظام العائلة لاي ايميلات تانية. فانت دلوقتي عندك فرصة بكل بساطة من موبايلك ان انت هيكون عندك حساب بنفس الطريقة مش هتكلفك حاجة واستخدمها لمدة شهر او لمدة سنة على حسب انت هتختار ايه? موضوع بسيط جدا كل ما عليك دلوقتي ان انت بتروح تجرب الطريقة دي. طيب تعالوا بقى نجرب كده نعمل فيديوهات ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. بيقولوا ان جيميلات بقى بيدعم اللغة العربية في كتابة فتعالوا كده نجرب نكتب له برومت باللغة العربية ونشوف هل هيقدر الكلام باللغة العربية ولا لا. هكتب هنا ميكانيكي مصري يقوم بتصليح سيارة في ورشته. وهتكلم العامية المصرية. ويقول. وبعد كده هفتح علام التنصيص. محمود عبدالله شرح طريقة جديدة تقدروا تعملوا بيها حساب جيميناي حساب جوجل برو وتستخدموا فيو ثري مجانة. وهقفل علامة التنصيص وحطوا نقطة وتعالى كده نضغط على الفيديو وبعد كده نضغط على ارسال ونشوف النتجة هتطلع معانا ازاي? تعالوا بقى نشوف الفيديو بعد ما اتعمل. بصراحة زي ما انتم شايفين هنا وعمل الفيديو باللغة الانجليزية رغم ان انا كتب له كل حاجة باللغة العربية. فهي المشكلة دي اصلا ملهاش حل يعني كل ما نجي نشوف لها حل تبوز تاني. فانا هاجي هنا هاخد الكلام الاولي ده كوبي وهروح هنا على اتشاج بيتي مسلا وهقول له ترجم الكلام ده للعربية للانجليزية وهضيف الكلام اللي انا عايزة ترجمه هيترجمه لي بالشكل ده بنفس الطريقة. وهاجي هنا هاخد الكلام ده كده كوبي وهارجع به تاني له جيميناي وهضيفه هنا بالشكل ده. ممكن اعدل عليه لو انا عايز اعدل مسلا انا اقول له اجيبشان نيتف عشان اعرف ان هي اللغة العامة المصرية فاقول له نيتف عربيك وهاجي بعد هكتب تاني وهفتح علامة التنصيص وهاجيب نفس الكلام اهو اللي هو بالعربي هاخده كوبي وهاجي هنا بعد العلامة التنصيص وهضيفه واقفل علامة التنصيص وهاجي بعد كده احط نقطة وممكن اضيف كلمة كمان بالانجليزي مسلا بحيس ان هو نبقى حاكمين السيطرة. وبعد كده نضغط على ارسال تاني. تعال كده نجرب ونشوف هيطلع معنا ازاي. تعال بقى نشوف عمل ايه المرة ده. هلضغط على التشغيل? محمود عبدالله شرح طريقة جديدة تقدروا تعملوا بيها حساب جوجل برو وتستخدموا فيو سري مجانا. مرة دي بقى ايه هزاباتها صح هي السر كله في البرومت يعني لما كتبته بالطريقة دي اشتغل عادي خالص مفيش اي مشكلة. طبعا تقدر تحمل الفيديو لو ضغطت على تنزيل الفيديو تقدر كمان تحمل الفيديو ده. نفس الطريقة هنا بتكتب بقى الفيديو اللي انت عايزه سواء هتكتبه بلغة اللي انت العربية او اي لغة وتعمل الفيديوهات اللي انت عايزه. هقولك بقى على فكرة ممكن جات لدلوقتي وانا بعمل ان احنا ممكن نعمل اعلان مسلا لمركز صيانة سيارات. فانا حاجة هنا هجيب نفس البرومت ده بما ان احنا عملنا ميكانيكي. وهنيجي هنا هنشيل كل الكلام اللي بالعربة ده ونحط كلام تاني. مسلا هقول ايه مسلا مركز صيانة السيارات الحديثة. هنصلح لك عربيتك وانت واقف. مستني ايه? تعالى. طبعا انت ممكن لو عندك بقى اسم تاني تحطه. لو اسم براند تاني عايز اضيف اي تفاصيل تانية تضيفها. بحيث لو انت انطلب منك تعمل اعلان ليه. بس هنحاجة شبه كده. واني ضغط على ارسال ده اخر فيديو هنعمله النهاردة. وتعالى نشوف هيعمله لنا ازاي. تعالى بقى نشوف النتيجة. مركز صيانة السيارات الحديثة. هنصلح لك عربيتك وانت واقف. مستني ايه? تعالي. بصراحة نتاجة حلوة جدا. جيبنا واحد وشغال ميكانيكو في ورشة سيارات وميكانيكا وشغل من ده. وعمل اعلان. دلوقتي ان احنا نضيف بقى الاسم على الرقم التليفون ونعمل بوست حلوة قوي من ننشره. ونقدر نعمل اكتر من فيديو. ودي فكرة كويسة جدا لو انت اصلا عايز بقى تعمل فيديوهات وتكسب نورها. وتكسب كويس جدا ان في ناس بتعمل خدمات زي كده وبتاخد من الراق فلوس كتير جدا. كانت شرح اه بسيط عن كيفية استخدام جوجل اه مجانا باستخدام موبايلك دلوقتي اعتقد كل ناس عندها فرصة ان هي تستخدم اه عن طريق الايميالات الخاصة بها وعن طريق موبايلها. فاتمنت تكون استفادت من الفيديو. لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتسيب الرايك في التعليل. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعز الجرس. عشان يوصلك الشعار بكل فيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم.